بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده البامبس وإزاي نرمز ليها كل الأجزاء الماشينز الروتري ديفايزز بيتم الرمز ليها بشكل دايرة بالشكل ده إذا تم وضع داخل الدايرة مسلس مظلل بهذا الشكل فدي تعبر عن البامب أما إذا كان المسلس موجود بشكل مفرغ يعني مش مظلل من الداخل فدي تعتبر كومبريسور والبامب طبعا مع الليكويد أما الكمبريسور مع الغازات البامب في هذه الصورة بتسمى Fixed Disbellishment Bomb وتكلمنا قبل كده في محاضرة سابقة عن معنى كلمة Fixed Disbellishment أما لو تحط عليها سهم بالشكل ده فده يعني أن هذه البامب Variable Disbellishment يعني يمكن تغيير كمية الزيت اللي بتطلع من البامب في اللفة الوحدة أثناء تشغيلها في حالة وجود هذا الداش لين معناه ده أن فيه Pressure Compensated Bomb which is drawing with control symbol and connected adjustable spring أما لو عملنا داش في الشكل ده فده معناه أن فيه Drain Line خط Drain بيتم لو فيه أي ليكج أو تسريب في البامب بيتم سحبه وإعادته للتانك من خلال هذا اللين فده الرموز المختلفة للبامب لو السهم اللي جوه البامب اتقلب لو السهم اللي جوه الدائرة اتقلب بقى رأسه للداخل بالشكل ده فده يسمى موتور في هذه الحالة لو اتعمل بشكل سهمين بالشكل ده يبقى معناها أن الموتور ده Reversible Motor أو Bi-Directional Motor يعني بيتم بيدور في الاتجاهين مختلفين يمكن عكس اتجاه الدوران بتاعه طبعا الهيدروليك موتور بيعتمد على أن الفليود داخل بطاقة يحملها وبيدخل على التروس الخاصة بالموتور وبينتج الأوتبود بتاعه بيكون الميكانيكا الباور لو اتعمل داش لاين بالشكل ده يعني معناه أن فيه Drain يعني لو فيه أي ليكج داخل الموتور بيتم سحبه وإعادته إلى التانك السلندرز أيضا لها عدة رموز يجب أن تؤخذ في الاعتبار في النوع الأول أو الرمز الأول اللي بيسمى Single Acting زي ما احنا شايفين أن مدخل الزيت أو مدخل الهوى بيكون فيه مدخل واحد أما لو البستون اتحرك في هذا الاتجاه بيتم إعادته مرة أخرى أما بسوستة أو بيعتمد على وزن الجسم أو المقاومة بتاعة الشغل اللي هو بيتم عمله زي على سبيل المثال لما تروح تودي السيارة للغسيل وبيتم رفعها فلتم رفعها عن طريق الهوى اللي بيدخل أمام البستون فبيبدأ يرفعها لكن بترجع لوحدها أندر الويد بتاع السيارة يعني ده يعتبر السلندر دي Single Acting أو بيسموها One Line الدبل أكتنج سلندر وده رمزها ودي بيكون الزيت أو الهوى بيدخل من الاتجاهين ده يعني أثناء الاكستيند بيدخل من هنا وأثناء الريتراكت بيدخل من الاتجاه التاني يعني الحركة بتتم بالزيت فقط لا يوجد هنا سوستة النوع اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده بيسموه Double Road Cylinder أو Two Lines and Two Road وبرضو لها اسم تاني ممكن نسميها Through Road Cylinder واضح في السلندر دي إن البستون أثناء حركته نحية اليسار بيقوم بعمل وظيفة ونحية اليمين بيقوم بعمل وظيفة تانية ولذلك تسمى Double Road Cylinder فيه أحيانا يتم رسم مربع بالشكل ده داخل السلندر وده بيسمى Caution Device ويهه Caution Device دي بتستخدم علشان تقدر تخلي السلندر تغير سرعتها بالذات في نهاية الـ End في النهاية الـ Stroke بتاعها يعني لو السلندر بتنزل بسرعة عالية بعد كده بنلاحظ إحنا مثلا في بعض التطبيقات تلاقي السلندر البستون بيتحرك بسرعة وبعد كده يصل لنهاية مشواره ويبدأ يبطأ سرعته ده بسبب الـ Caution Device فبيتم رسم رمزها بالشكل ده لما يكون البستون بتاعي أو الـ Road على البستون لارج رود يبقى أكبر لارجر زين اليوجول في هذه الحالة لازم الرمز يوضح ده ويكون واضح في الرمز إن البستون الرود فعلا كبير في الحجم بتاعه